السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ودكاتر ربوتكم الخير ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الاسئلة بيرنز اللي موجودة في البنك بتاع اسير بس قبل ما نبدأ كنت حابة اشكركم على الكومنتات الطيبة والفيتباك الجميلة اللي كتبتوها جزاكم الله خيرا هذا اولا ثانيا كنت حابة افكركم ان نحن المسلمين نعول على البركة لا على الوقت فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في الوقت والجهد والعمل نبدأ بسم الله اه عدل الاسئلة في المحضر دي مش كثير بس لو بالوقت طول مننا فهيبقى غصب عشان احنا نقرأ كل سؤال ونقرأ كل الاجابات فنعرف كل اجابة صحة صحة ليه او خطأ خطأ ليه لو عرفنا يعني نقول لو معرفنا اش بقى لا يكلف الله نفسا لو سعى هنحفظها كده يعني طيب نشوف اول سؤال معنا اول سؤال بيقول بيقول اه ايه الاجابات الصحيحة عندنا اجابة اتنين اتنين صحة اول حاجة بيقولك ان المستكون بيرن في الاطفال بيكون يعني الطفل ده حاجة سخنة على جسمه اه فحصل ايه ان جلده بقى شبه للمسلوق كده تمام تمام دي اول حاجة اه طيب تاني اجابة صحيحة معنا ان لو انت استخدمت وترتين مستاد وخليت درجة الحرارة عن ستين درجة استيزيوس انت كده ايه كده بتحافظ على السفت بتاع الهوم فحنا نحفظهم من تاني ان اصبر سبب في الاطفال هو السكولد تاني حاجة لو انت استخدم استرموشتات وزبطوا على درجة حرارة ستين انت كده بتحقق سفت ايه في الهوم استرموشتات ده اوصلا هو منظم درجة حرارة فالاجابة كده صحيحة يعني منطقية طيب بات الاجابات خطوة ليه؟ الاجابة رقم ايه بيقولك ان ده ماجورتي ار الكتريكال ار كيميكال لأ في الاضلت ده صحيح في الاضلت فعلا اشهر سبب للبرن بيكون الكتريكال بيرن او كيميكال بيرن طيب الاجابة رقم بيقولك ان لو في الاضلت الاضلت بيكون جسم الجزء المحروقين بيحسن في الاضلت ايه ار بالخصوص جميع ايه كان حاجة انترافينس لا ده مش صح لو كانت السيرف اس ارا المحروقة لو افتح انترافينس فحتاج انترافينس في لوود لكن في الكبار افتح اني ن Books اشتاع اي V اكثر من 15% فعلا هحتاج اي بي ريسوسيتيشن طيب بالاجابة رقم ايه بيقول لك نان اكسدينتال انجري اذ كومن انشيلدرن طبعا البرن انجري في الاطفال بيكون اغلبا اكسدينتال اكسدينتال في اي مكان في العالم يعني بالصدفة او حادثة نان اكسدينتال في مكان واحد في العالم كلنا عارفينه ربنا يا رحم اخياتنا في فلسطين طيب اسؤال رقم اثنين بقى بيقول لك ايه فى الاجابات الصحيحة والاخفال سواء المربقة واس aynı الخاطئة هنقرأ الاول اجابات الصحيحة ونقعرق لمعرف ايه واول حاجة الاجابة ناسا يصطل اه صح انها او او Theresa اكسد سبب البرن انجري في الاطا Peak او Alec tricky�� لا يصطل الاجابة الصحيحة سمتلك ايهillos يعني انها الماضي او الا مريض ثانيا آخر بتحتاج اب radikal NEc décap بتحتاج ده كاترة جراحة وتحتاج عزوم مثلا عشان لو فيه او اي حاجة لان هنعرف او احنا عارفين اصلا يعني ان شخص اللي جاي لبيرن ده مش بيكون بيرن بس يعني مثلا لو البيت احترق على اهل ومسلا او حاجة لا قدر الله ممكن حاجة توقع على الشخص او كده فممكن يحصل له ايه؟ ممكن يحصل له رفشور سبلين فعشان كده بيحتاج ايه؟ بيحتاج ملتي سبليناري انبوت يبقى دي جيابة صحيحة طيب اللي جابة رقم ايه؟ بيقولك انترا فيونس في لود ايه لكوارد لو كان البيرن اكتر من 15 في المياه من الجسم ده صحيح 15% او اكتر في الكبار بحتاج انترا فيينس في لود او او انترا فيينس طيب اللي جابتنا الخطأ بقى اللي هما مين اللي هما بيوهسي اه بيه غلط ليه؟ بيقولك ان ان احنا قلنا الاسكالز دي اا او الاسكالز دي بيتكون اكتر في مفهمين في الاطفال لكن الكبار بيكونوا حرصين ان الحاجة السخنة متقعش عليهم لكن طبعا مش هيقدروا يخلي بالهم من الفيلم بتاع اللهب يعني فممكن فعلا يتحرقوا بسبب ايه بسبب الفيلم بتاع اللهب تمام تمام يعني للعكس هو 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 الاسهر الفيلم بيرن اكتر في الكبار من ايه من الاسكالد بيرن اه طيب الاجاب ارقم سيبها بيقول لك الالكوحول بروبلمز are rare in relation to بيرن انجري لو كنا بنتكلم عن بلد عربي او بلد مسلم يعني كنت اقول لك ايوة لكن احنا بنتكلم عن اليو كي فاليو كي دي بلد مش مسلمة عشان كده عندهم بيشربوا الكوحول كتير فالالكوحول بروبلمز بتكون كتيرة جدا طيب السؤال اللي بعده respiratory problems in burn بيقول لك اهلا ممكن يحصل اه بيقول ان الانجري ممكن تكون نتيجة نتيجة حدوث inhalation لهوت او او بيزوناسجازيس برضو صح احنا عارفين ان نواتج في نهاية حاجة الاحتراق بينتق عنها ايه بينتق عنها ايه بينتق عنها بيزوناسجازيس زي مسلا اول او اوكسيد الكربون وتاني اوكسيد الكربون وهكذا فلو حصلهم inhalation دول بيزوناسجازيس ممكن ايه؟ يعملوا ايه؟ ايه؟ يعملوا ايه؟ دي حاجة الحاجة التانية لو كان الهوت فهو ممكن يعمل لي ايديمة فعشان كده ممكن الهوتجاز او البويزونيسجاز يعملوا لي ايه يعملوا لي انجري طيب رقم سي رقم سي خطأ هو رقم سي بيقولك ان الصبرا جلوتيك اريا بيحصل لها اكتر من اللور ايروي بصراحة كنت كنت شافة انها صح ولما قال انها غلط قلت بقى كدرت انها دبعض بس طلع العكس يعني طلع اللور ايروي هو اللي بيحصل لها اكتر من الصبرا جلوتيك اريا فاحنا هنبصمج المعلومة دي هنقول ايه كلمة صبرا يعني عالي فهي صخصية صعبة المنال فمش سهل ليحصلها افكشن لكن اللور ايروي صح لي سهل ليحصل له افكشن عادي طيب بقية الاختراض بيقولك ان الهموجلوبين الهموجلوبين للافينتي بتاع الهموجلوبين للكاربون مونوكسيد اقل من الافينتي بتاع الهموجلوبين للاكسوجين خطأ ليه بقى احنا عرفين ان القط ما بيحب زغي خناقه فالهموجلوبين بيحب السي او تو اسم خطأ من المنال سي او مونوكسيد اكثر من الاكسوجين لدرجة ان الأفينتي بتاعتي يعني القابلية بتاع الخطأ الموجلوبون كيف ينسك الحاله بيكون اكثر من القابلية بتاعته ان Gueye ينسك H4-110 140 مرة يعني ان لهو قدامه 240ه Claro oxygen هيسيبهم ويروح ويمسك في بت quierه أو الجزئ الوحين اللي هو ايه المعلومة اللي هي على جنب ديل هو الكربون مونوصيد له اكتر من عصر في المية ده بيكون دينجرس واكتر من ستين في المية بيكون لاثل دي كانت مكتوبة في الاكسيبلانيشن فقلت اقولها لكم يعني الامانة العلمية بس مش عارفة هي مهمة لا مش حسينها مهمة يعني طيب الاجابة رقم اي بقولك الهايدروجين سينايد دي اجابة صحيحة الهايدروجين سينايد ده بينتج او الغاز ده بيكون موجود امتى بيكون موجود لو حصل مسلا ان البيت احتراق او حاجة اه فالغاز ده لو انا عملت له انهاليشن لقدر الله يعني بيعمل ايه بيانترفير مع الميتوكنديريا بيخلي الميتوكنديريا مش حالفة تستخدم الاكسيجن وتعمل ايه بتعمل اللي هو الالكترونتشين ترانسفورت ولا مش حالفة اسموه ايه مش مهمة يعني المهمة الهايدروجين سينايد ده حاجة مضرة اه ايه كلمة اللوز اللي مكتوبة دي كنت حاولي ابحث عن الموضوع يعني فعرفت ان الهايدروجين سينايد بيكون موجود اه في اللوز الفاسد حسن ان احنا بنجيب لوز ا ا logical المستعيين طيب اسموكا بيقولك اااااachten ترون應該 هي مقران طررل سلقط المحدة او إ تعالوا ان اقرأهم واحدة وقتهمه ماذا كانت بإستazi خطأ أو خطأ اول ما ahora عندي البن Ske stonespiel they got shoes واي باثولوجي بيانتفير مع الفنكشن مش هيحسنها ولا حاجة فرقم اي خطأ طيب رقم بي في حالة ان الشخص ده كان في مكان مغلق دلوقتي مثلا لو كان في اي مكان مقفول او اين كان والاقضي احتراقت طبيعي ان هينتج عنها ايه هينتج عنها يعني او هيحصل عنها ايه اه في نواتج احتراق فنواتج الاحتراق دي طالما انا موجودة في وضة مقفولة ووضة بتحترق انا كده كده هشمها تمام تمام اه ده كان كان تبع الجزء يعني بتاع الدايجنوز بتاع الانهيلد بيرن في كتاب دكتور واهدان يعني لو حد تذكر هيبقى فاهم الجملة دي طيب رقم سيب يقولك اكيد طبعا خطأ ده انا اصلا اول حاجة ايه وعملها لما شخص بيجيلي بلحق اركب له انتيوباشن اركب له تيوب يعني قبل ما ما يحصل ايه قبل ما يحصل ايديمة وستديلي الاروي ومعرفش اركبها بعد كده تمام تمام فالانتيوباشن وليس كونترو انديكيشن في حالة البرن طيب رقم دي سيمتومز كان تيج اربعة وشرين ساعة ابدو خمسة ديز اه ده صح بيقولك يا سيد ان لو شخص يعني كان في مكان في حريق او حاجة ممكن يظهر عليه فعلا اه سيمتومز دي تكون دليت ممكن يعني يعدي اول يوم وتاني يوم وتاتي يوم وشخص ده كويس وكل حاجة ويجيلي بقى بيبشيك بعد تالت او رابع او حتى خامس يوم اليوم الخامس يجيش تكيلي قولي اه انا 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 حسس بكازا او كده يعني تمام تمام طيب اه اللي اخترر رقم اي بقى بيقولك اذا اميتابوليك الكالوزيس طبعا احنا رهينا ان الكاربون بيعمل ايه ااستيدوزيس ولاس الكالوزيس وفي الحالة دي يبقى معلقوا ازاي بدلوا بيور اكسجين السؤال اللي بعده بيقولك ام صح يعني اه في حالة ايه في ام طيب تعالي نقرأ اول واحدة اول واحدة بيقولك كان اخر. لو انا جبت حاجة درجة حرارتها سبعين درجة سليزيوس. وحاطتها على جلد حد المدة واحد ثانية. ده كافي لان هو يعمل له ابديرمل ديستركشن. صراحة كنت مصورة وقلت اكيد مستحيل يعني مش هتلحق. بس الاجابة يعني اه فعلا ده ده صحيح. يعني ده ده بيحصل فعلا. لما بحثت بقالك ان لو انت جبت حاجة درجة حرارتها اتنين وخمسين درجة سليزيوس. وسبتها اه دقيقتين على الجلد تعمل فعلا لطبقة الدرمس. ولو درجة الحرارة بيت اعلى بس اتنين درجة سليزيوس يعني لو بقيت اربعة وخمسين درجة سليزيوس كافية جدا اه تلاتين ثانية كفاية ان هي تعمل لك درمال ديستركشن. فسبعين درجة سليزيوس لمدة ثانية فعلا تعمل درمال ديستركشن. تمام? تمام. هنحفوزها. تمام? تمام. اه في حاجة ورضو ممكن نخرج منها يعني نخرج بها من من السطر ده. اه ان ايه? ان مش بس بيعتمد على درجة الحرارة. لا ده كمان بيعتمد على الحاجة السخنة دي وبين الجلد بتاعي. يعني ايه? يعني انا لو جبت حاجة سخنة ومسكتها سانية. هتعمل لي بسيط. طيب لو خلتني مسكها ثلاثين سانية او مسكها مددية. طبعا كل ما كانت الكنتكت اطول كل ما عملتلي اكتر. تمام? تمام. اه يعني الطايم عملية مهمة. طيب بعدك اه او او ايتم مهم يعني. اه رقم بيبع بيقولك اه اه زان اه زان اه زان زان اف ادلت. لا طبعا. يعني ايه جملة اصلا? بيقولك ان لو انت جيت تشوف اه مساحة الراس طفل وتقارنها بالبادي بتاعه هتكون اه اكتر ولا لو انت جيت تشوف مساحة اه مساحة الهيد بتاعت اه شخص اضلت وتقارنها بالفول بادي. طبعا البصوص. احنا كنا واضين اصلا على كده ان احنا اه ان الاطفال بيكون عندهم اول ما بتولده يعني بيكون الهيد لكن لو جيت بص لنفسك في ملايه هتلاقي ان الهيد بتاعتك اصغر من من تمام? تمام. فالمساحة بتاعت الهيد جزء كبير من من اللي تقطع البادي في حالة لكن في حالة الشخص الاضلت بتكون قليلة. لو انت وردو كنت بتذكروا يعني الهيد والنك تسعة في المية في حالة الاضلت. لكن في حالة الطفل الهيد والنك يمثله تمنتاصر في المية من بتاعت الانفانت. طولنا فيها يعني بس ايه? اه مش مش كده. طيب بعد كده بقى رقم سي. اه لاند براودر تورت. بصوا يا شباب. احنا مفروض عشان نعرف بتاع البرن ده عندنا كزا طريقة. من ضمنهم رولوف ماين. دي كانت اه كان الشخص اللي عاملها يعني اسمه. اه ويلس والس مش فاكل اسمه. اه مهم يعني احنا عندنا رولوف ماين. وعند انا تاني حاجة اللي هي لوند اند براودر وعندنا اتاني حاجة اللي هو ايه? رولوف بالم. يعني ايه? رولوف بالم دي بقول ان البالم بتاع الشخص راحت اليد او كافي الايد بتاع الشخص ده تمثل واحد في المية من انا اعتبر الهند بتاع شخص دي اداة القياس بتاعتي. بحطها اشوف البرن ده. واخد كم يعني البلومي تتحط على البرن يبقى ايه? هو واحد في المية. طيب انا حطيت البلومي مرتين يبقى كده ايه? اتنين في المية. وهكذا. دي الروولف بلومي. بستخدمها في حالات ايه? حالات ايه? حالات ايه? حالات الاسمول بيرن. ودي ايه اللي جابه رقم ايه اللي عندنا. تمام? اه طيب تاني حاجة بقى الروولف ماين احنا عارفينها. اه ثالث حاجة دي. اه بيقول لك ان في بنستخدم ايه? اه بنحط في اعتبارنا ان الشخص الاضط بيختلف عن الطفل. يعني بتاع بتاع مثلا من الهد في الكبار بتختلف عن الصغيرين. ومش بس كده. هو حاطت في اعتباره برضو ده كان في انه مكان. يعني مسلا انا حرقت خمسة سنتي في وش حد هيختلف عن لو حرقت خمسة سنتي في الترنك او في هيختلف لو نفس الخمسة سنتي دول كانوا في الصاي. تمام? تمام? هو دي يعني. بس هو مش موضوعنا. المهم يعني هي اللي جابة بتاعته هو خلط له. علشان هو بيقولك ان بيمثل بيمثل خمسة واشر في المية من آآ قال لك لأ. آآ دول بيعتبروا عبارة عن تمانية في المية من بتاع ايه? بتاع شخص الاضط. تمام? تمام. آآ وقفنا عليها كتير بس هي مش مهمة يعني. احنا خدنا كده. لا ما اخدناها إليها مش هاني اخطارها. جابة خاطئة. طيب. آآ اللي جابة رقم دي بقى بيقولك رولوف ناين اكورت اا آآ اا لا هو مش اكورت هو يوسفول. هو لو انا مثلا برا المستشفى او حاجة هقول هتصل على دكتور اقول له يا دكتور ده ده فيه بسلا بيرن واخد واخد الابر لمب فهو مثلا كام واخد سبعة وعشرين في المئة مثلا من ايه من من التوتال سلفس اريا بتاع الشخص ده لكن في المستشفى بقى لا هشوف حاجات اكيرت عن كده تمام تمام فهو لكن مش ايه مش اكيرت اه طيب سؤال رقم ستة يقول لك اول اول اختيار اللي هو الاختيار رقم ايه بيقول لك ان احنا لو بصينا على الدفث وعرفنا وعرفنا شخص ده استنشق اه اا اصموك او لا لا اقدر من التلات حاجات دول يعني يبقى عندي نظرة مبدئية للا للبيرن ده فهقدر اعمل اساسمنت واقدر ابدأ اه اا اه امانيج البرن تمام يبقى عندنا تات حاجات الدفث والتوتال بادي سيرفز اريا والسموك انهاليشن التلاتة دول عبارة عن كي بارومتر ااا وبيساعدون ان انا عمل اساسمنت ومنجمينت ايه للبرن دي الاجابة الصحيحة احنا لما دفث ده كلمة دفث يعني ايه يعني عميق شخص عميق بيفكر كتير ويتكلم قليل نزعه بي فهو اختيار واحد بس هو اللي صح اللي هو ايه رقم ايه نبوص برضو على وقت الاختيارات بيقول لك ان الالكاليز زي مثلا السيمنت بيعمل سوبرفيشة البرن لا هو بيعمل ديب برن هنبوص معها زي السيمنت ده اللي هو ايه اللي هو الاسمنت لما بنجي نبني بيت بنحط الاسمنت قدامه بنطوب وبعد كده بنغطي بحاجات تانية كتير بقى جفسه ودهان وهكذا فالسيمنت مش بيكون سوبرفيشة البيكون ديب تمام اه طيب الفات برن ديبور دان الكهرباء ما فيش حد بيعلي عليها فالكهرباء بتاخد لكن الفات برن بيكون ديب درمال برن تمام تمام فهو الالكتريكال برن هو اللي بيكون ديبور تمام تمام طيب اختيار ديبور الرقم ديبور لك كابلاري فلنف في ENG対是不是 سوبرفيشة البرني داي حني انه� varios مشكلة كانت في طبقت الابديرمس طيب اه الكابلاري اصلا موجودة فين طبقات الدرمس فأنا شلت الطبقة اللى فوق او اثرت على الطبق الفوق فر Huh it's a فالكابلاري فلنف الايه مساول النوان بالنسبية mortality موجودة في طبقة الدرمس لكن استوار في الشيال بيرن بيؤثر على طبقة الإيب درمس اللي هي فوقها تمام تمام طيب اه 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 بيقعد اسبوعين وبعد كده يحصل له اه هيل لا اه كلمة دي بمعنى مشكلة كبيرة مش صغيرة فمش هيقعد اسبوعين اه بيقعد من ثلاث لاربع سبيع ده على حسن مذكرة تقريبا دكتور هدان بس اه لما كتاب الاسم ده اثير يعني كان كاتب ان هي على الاقل اربع اسبع وحاجة زي كده المهم مش هنختلف المهم ان دي بيرن اقل حاجة بيقعد ثلاث اسبوع على ما يحصل ايه على ما يحصل هيلنج لكن اسبوعين ده شوية جدا عالي تمام تمام طيب الكنسيكوانس اوف بيرن عندنا ثلاث اجابات صحيحة ماشي اللي هما مين بيقول لك اه اه از ارزلت اوف بيرن بيحصل ايه بتعمل دي جرانيوليشن للمصص دي اجابات صحيحة ليه احنا لما حد بيتحرق او حد او حاجة المكان بيبقى بيوجعه عشان ايه عشان حصل دي جرانيوليشن للمصص دي وطلعت له السمين فده الاختيار رقم واحدت وايه ايه ايه وان هي نيتروفيلز وكذا يبقى دي جابة صحيحة طيب اللي جابة صحيحة رقم سي بيقول لك ايه از ارزلت اوف بيرن بيحصل بيرن بيزود بيرن بيرن طيب رقم ايه بيقولك؟ 15% من total body surface area في القضل بحتاج قدله في الويد او بحتاج قدله في الويد بقيت الجملة بقى بيقولك وان كمان كل ما كان الويد المحروقة اكبر مساحتها اكبر كل ما هيفقد في الويد اكتر ده ورده منطقي طيب الاتنين اللي خطوة بقى اللي هم بيوة دي قالك المصدسل مش بتريليز برايمري لا دي اجابة خطوة الاكسبلانيشن بتاع الكتاب عبارة عن ايه؟ بيجيب لك بقى اللي اختارت الصح يقولك ايه ان فعلا بيحطر كذا وكذا يجيب لك اللي اختارت الخطوة لو هو منفي يثبته ولهو مثبت فيه يعني هو حرفيا عمل كده الله مستعين في رقم بيه ده بيقولك ان المصدسل بتعمل الاكتيفيشن الليكوسيت والليكوسيت بتطلع احنا نسكمها زي المصدسل دي تدريبا كان اسمها الخلية الصورية المهم الخلية دي كانت من الخلية المهمة جدا في الانفلاميشن فهي بتعمل كل حاجة فهو بيقولك نوتريليز لا هي بتريليزة هي بتعمل كل حاجة مش حاجة توفق قدامها تمام؟ دي بصمجة يعني مش معلومة علمية خلص طيب الرقم دي بيقولك بعد البرن كفاية ايه بيحصل ايه؟ بعد البرن الووتر بس هو اللي بيخرج من الانترا باسكولار لا بيحصل في ايه؟ بيحصل في زيادة في البرميابلتي فالسبب دي ان هيخلي المية والالكترولايت وحاجات تانية كتير يخرجوا عادي والبلازمة وهكذا عشان كده بيحصل عندنا اكس وديشن ايه صورة دي كنت جايبة عشان اوضح فارب ان الترانس وديشن هو في اقل من دقيقة يعني ان شاء الله استهم رقم واحد اللي هو اللي هو ده بيشور ايه؟ بيشور ان في حاجة خرجت من خلال الخلية نفسها ده اسمها ترانس وديشن ده معنا ان انا عندي خلية هنا وهيه وخلية هنا وهيه وما بينهم مكان فاضي فالشان كده بيخرج ايه؟ بيخرج بقى ميا والكترولايت وحاكات تانية كتير فبيحصل اكس وديشن مش في موضوعنا اه طيب اسألي البعده اه ماشي اه احنا عندنا الكمبلكيشن بتاع البرميابلت اه تقريبا صفحتان في المذكرافت دكتور هدان اه فتعالوا نشوف الحاجات الصحة اللي عندنا ونختارها اه اول حاجة بقول لك في حاله الماجور بيرن الماجور بيرن يعني مشكلة كبيرة فبيحصل صبريشن للاميون سيستم البشر بيرن بيحصل صبريشن للاميون سيستم فهي مش بنى كريز هي بالدكريز ونتيجة لذلك بيحصل ايه؟ بيحصل بقى انفكشن عن طرير الباكتيريا عن طرير الفانجوي وهكذا فعشان كده هقول له برضو ان رقم بيه خطأ هو دعاء بيقولك ان الانفكشن زي الباكتيريا والفانجوي قرر في اللارج بيرن بيكون عندي اصلا السلمي دياتي اميونيتي او الاميون سيستم بيحصله فطبيعي جدا هيحصل ايه؟ هيحصل انفكشن بالبكتيريا والفانجوي و هكذا فالتنين دول خطوة البقين كلهم صح البقين الامامين رقم سي بيقولك مال أبزوربشن بيحصل مال أبزوربشن في حالات البرن اوه ايه بقى؟ اه هو الاكتر من سبب بس افسطهم يعني ان البرن ده بيحصل مع ايه؟ بيحصل معه ثمبستاتيك اوفر اكتيفتي طيب لما كان لما كنا بناخد في سنة اولى ان الجهاز ثمبستاتك نيرفاستيسن بيشتغل احنا كنا بنقول ان ده بتاع ايه؟ فهو بيشتغل في حالات الطوارئ طيب في حالات الطوارئ انا محتاج اعمل ابزوربشن بقى واغضم ومعرفش ايه لا مش محتاج فعشان كده ثمبستاتك اوهر اكتيفتي بتانحبت الموتلية بتاع الجو ايتي فعشان كده بيبقى عندي مال ابزوربشن ده رقم سي طيب رقم دي بيعمل ده بيحصل كلمة فول تيكنس بيرن معناها ان انا ايه؟ ان انا حرقت الدرمس والافي درمس وهكذا فرامة حرقت الدرمس اللي كان ماشي فيها اصلا الكابلري ده معنا ان ما عادش عندي بلوت سابولاي فده هيعمل اسكيميا تمام طيب رقم ايه؟ بيقول لك اتشانج ان بويس ممكن يعتبر كلين كالسفين مهمة في حالات البرنت بيشنت او طبعا اكيد دلوقتي مثلا لو انا جاي لي بيشنت وكان كويس وبعد كده بدأ يتكلم حسنا ان صوته بدأ يتغير بدأ يبقى في مسلا ده معنا ان بدأ يحصل عنده ايه؟ او كورد ايديما ان احنا لدينا اربع شوك ممكن يبقى عندنا م Kṛṣṇa ممكن يبقى عندنا ل؟ هي. وبعد ذا البرن يكون مؤلم فممكن ان شخص دي يموت من القلم. يمكن للفيدي القلم من على نتيجة ك escol. نتيجة pardew life. نتيجة ان احنا قلنا ان بيحصل ايه؟ buteralism يعني. فممكن يبقى عندي فتعميل لي clitายبال. من يعني انا ما نتيجة ان الجسم دخل فيك HIV كثير. تمام؟ دولة الاربع شوك الي عندنا طيب بعد كده بالنسبة للسيستم ممكن يبقى عندي مبالونر بالنسبة للبلد انا عمله في لوت كتير فبيحصل عندي ايه؟ وممكن يحصل عندي ايه برضو. طيب بالنسبة بالي الميتابوليزم فهو بيحصل غالبا بتكون اسيدوزيس. اش معنى الاسيدوزيس؟ عشان بيبقى عندي هيبوكسيا فالهيبوكسيا ده بتخلي الجسم يعمل ايه؟ يعني هو بيعمل ايه؟ المهم يعني هيحصل كتير فيحصل درجة الحرارة بتقل لو درجة الحرارة قال لي تعمل ستة وتلاتين وده سؤال هيقابلنا كمان شوية ممكن يحصل عندي دي اوسي دي اوسي اللي هي كده بتروح تلسك مع بعضها وتعمل لي جلاطات كتير فانا كده استخدمت كل الكواجلشن تقطير اللي عند فانا انا كون جلاطات استخدمتها على الفاضي فالبلاط بيكون يعني بيكون ايه؟ بيكون ايه؟ بيكون اكتر او او بتاع البلاط بتكون اقل فحرفيا بيكون عندي حافية عكس البعض بيكون عندي جلاطات وقواجلشن تمام 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 درجة الحرارة باردو ديت لو قالت بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي تعمل لي انا لم اذكرتمش يا جماعة والله امسكت عليهم بس وحفظتم من رسمة طيب رقم ب ورقم س فقط هم اللي صحيحين تعالوا نشوفهم الاول وبعد كده نرجع نشوف بايته الاختيارات بيقولك ايو صحيح احنا قلنا ان لو حد مثلا لا قدر الله يتحرق او حاجة ممكن مثلا يقع على دولاب او حاجة فمسلا رجلو تتكسر ممكن يتخبط في حاجة مثلا وهو خارج تمام احنا جيدة عشان كده احنا قلنا انها عباري عن ايه م طيب الاختيار رقم س يقولك اااااااااااا بيج filtered بيج buenos ااشي ايستان الفقل تبي اس ايه��� و Dev actually داعيeman ايه يعني لو انا عرفت اي Find Have been والد Antes بتاع وعرفت اه الشخص ده اه عمل الهاليشن للا لا الحاجات دي كلها هتساعدني ان انا اتنبأ او اعرف المشي المهمين الحاجات دي بتخليني اعرف انا هتعرف ازاي اه من حيث ومن حيه ايه تمام تمام دول الاتنين اللي كانوا صحيح اللي معنا الاجابات الخوطوقة بقى او الاجابة بيقولك ان مالوش لازمة لو حد وي عليه حاجة سخنة ان انت تفتح ايده تحت الحنفية لا طبعا غلط احنا اصلا يعني دي تقريبا معلومة الوحيدة اللي كلنا عارفينها صحيحة يعني من ان اول ما حد بيقع عليه حاجة سخنة بنفتح الحنفية بنخلي ايده اه اه ايه مسلا هو حاجة السخنة وقعت على ايده احنا بنخلي ايده تحت الحنفية لمدة عصر عصر دقايق مية جرية تمام تمام فالكولنج لا الكولنج مهم جدا في حالات آآ انجري او يعني تمام تمام فرقم واحد مش احنا نختاره عشان او بيقول لك اه اه طيب اه رقم دي بقى بيقول اه فور اكيوت ادمشن طوبرن اين اين ايه اه ايه اه كريتيريا فور اكيوت ادمشن طوبرن يونيت دونت اجزست واصلا هي مش نشسري لقى طبعا خطأ احنا عندنا كريتيريا ولكريتيريا دي مهمة جدا علشان ايه؟ علشان نعرف نعمل منج منتل اكل شكل اعداد ان تدريد كبير. طيب رقم ايه بقى? ديها اه في البرن كاريونيت. لا طبعا غلط عشان يعني الهند دي جزء صغار من الجسم تعملها نجليكشن. لا طبعا جبته اه اه يعني هاته جملة اقنقه. ليه؟ كلمة سيجنيف كانت هند بيرن معناها ان هي او ميجور بيرن. ديها اصلا ممكن يكون لايف ثريتنينج. فانا فعلا ايه في برن كاريونات تمام تمام طيب سؤال رقم عشرة واشف دافلون جستات منت اوار ترو عندنا كله صح اصلا مع هذا رقم سي تعالوا نشوف رقم واحد رقم ايه او زبط ايه رقم ايه يقولك ان الدبث بتاع البرن ممكن يكون ايشيالي بي اساس ده يعني اي انا سهل اخمن الدبث بتاع البرن ده لو انا عرفت التمبريتر والطايم والكزوة ايجنت او صح دي ايجابة صحيحة يعني مسلا انا اقولت لك ايه اه يا دكتور دناوية على ايه ده مياه مية سخنة بس السعين أو شروعة تحت الحنفية عليها تمام مية مغلية او اي مش اي وانسان اذا اقولتك دناوية على ايه ده authentic بس الار، شروعة تكون سخنةcriptة سوية مش حوني قدس ابن ئ حتوتها تحت الحنفية او او ايه وانسان اقولك سخذ معي مية سخنة اللي هى قد اقعد شيعاني وهو رقم على ايه مياه وبعدها تحت الحنفية انا عارفت التم POW meat مثلا مية ولا زيت يعني الزيت مسلا درجة حرارته تكون 300 لكن المية بتكون درجة حرارته من درجة سريزيوس تمام؟ درجة حرارته تفرق معي يعني طبعا حرائق الزيت بتكون أفشع حاجة تانية برضو انت الحقت بقى تحطها تحت المية يعني انت مسلا اول ما الحجويت عليك حطيت يدك تحت المية ولا استنت ثلاث شوية ثلاث دقيقة كده مسلا عطت طعاية ولا حاجة فكل ما بتتصرف اسرع كل ما ايه كل ما الاوتكم بيكون احسن كده كده كوزيت باجنت وتمبريتور والطيم تمام؟ تمام فهم فعلا بيفرقوا معي يعني انا لو عرفت ان ايه حصل هعرف او اعمل ايه من غير ايه حاجة تانية انا حسن انت كلمت كتير بس بس هذا الموضوع سهلي يعني طيب بعد كده.. إلكتريك كنتكت بيرن او ار المست سيرتن لي فالتكنيس او احنا قلنا في السؤال قبل كده قلنا ان الفات بيكون ديب درمال لكن الالكتيريكال بيكون ايه بيكون بيكون فول تيكنس. ماشي فديجة وصحيح. طيب رقم دي سنساشن استوتالي ابسنت حالات الفول تيكنس بيرن. ده يعني انا خدت الدرمس والابيدرمس وهكذا. تمام? انا المشروض ان اقول ابيدرمس ثم اقولي الدرمس عشان نمشي من فوق وتحت. المهم يعني لما تحرق فول تيكنس يعني انت حرقت الدرمس يعني انت حرقت النيرف اندج. ففي هذه الحالة اه الشخص ده مش هيحس. تمام? تمام. امول بيكي يقول لي يا دكتور انا ايدي بتوجعني له وبيشتكي الليم من القلم. القلم ده مش مش مكان الحرق نفسه. لا اه ده القرية اللي حوالين الحرق. تمام? تمام. لكن المكان بتاع الحرق نفسه فعلا هو مش بيحس. يبقى في حالة الفول تيكنس بيرن. لان انا حرقة النيرف اندج اللي كانت موجودة في موطوية الدرمس. طيب رقم ايه بقى بيقول لك تانجينشنال ما ي пред Filip Gr 260 دائم ويخط اندج من حرق بأنه يوووووووووووووة كيف تجد نفس الناس ؟ نحن نحن نجيب موس كده او نجيب شفرة ونجيب تنجينشنال وكهت التشو الميت ده التشو المحروق ده نفس فكرة الحلاع بزبط يعني عندما يحلق تجيب موس ويمشي تنجينشنال لكننا نحن نجيب طبقات لحد ما وصل لطبقة لحد ما وصل لطبقة طبقة حية فانه حياه لانه تجيب دم بعد كده ممكن او ممكن اعمل ايه 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 او ممكن اعمل جرافت او اي امكان سوف اعطيكم فيديو لها يعني ان كان موضوع رجيز المهم يعني كل الاجابات دي صحيحة تمام الاجابة الوحيدة للخطأ هي رقم سي بيقولك برشيل تيكنس ده حبارة عن ديستركشن للهول درمس احنا اصلا بنقول برشيل علشان هو ما خدش الدرمس كلها تقول لي هول درمس هم كلمتين مش مشيين مع بعض كلمة برشيل لا تتماشى مع كلمة هول درمس فعشان كدا الاجابة دي ليست صحيحة ايه مهرب يض طيب هنحاول ان نصرع طويل ان شاء الله اه 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 هنعدي عليهم بقى بالترتيب وخلاص في حالات البيرن لا طبعا مش صحيح لان احنا قولنا في حالات الفير في حالات البيرن بيحصل ايه بيحصل زيادة البيرميابلية بتاعة بلود بيزلز بيحصل عندي اكسي و ديشن فانا بفقد مية واليكترولايت فعشان كده بدي مية واليكترولايت برده ماشي فان انت تقول ان وصلت دي اه كلمة خاطئة طيب فاليجابة اللي بعدها بقولك اه كان بيه اه ده صح وهنعرفها كمان شوية ان شاء الله يعني اه طيب اللي بعدها هيبوناتريميا اه ممكن انت 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 كدكتور يا ممكن انت افويدر هيبوناتريميا دي عن طريق ان انت تدي الشخص ده اه دي اولايت دي عبارة اصلا عن اه اول الاكترولايت فوميولا او ري هيدريشن نعني سبه من سبه حلول معالجة الجفاف اللي كنا بنيدي للاطفال كان ببقى في مية وكان بيكون في اه كان بيكون في كمان صوديوم فعشان كده انا لما باستخدمه انا فعلا بايفوناتريميا تمام? تمام. على عكس لو انا استخدمت همه من الحنفية. تمام? تمام. طيب اه رقم دي. اه اه كمية الفلاود السرابي اللي انت بتداها العين. ايه فعلا لو انا ديت كمية فلاود قليل هلاقي الورون قليل. لو انا ديت كمية فلاود قليل هلاقي برضو ايه? هلاقي برضو الورون قليل كويس. لو ديت اكتر من اللازم هلاقي الورون قليل كتير. فدي جملة صحيحة. طيب جملة رقم ايه يقول لك? عندنا ثلاثة انواع من الفلاود ممكن استخدمهم في علاج الفلاود لوس يعني? اه عندنا تلاتة. عندنا مين? عندنا الرينجر لكتيت. وعندنا الهايبرتونيك سالين وعندنا الكولويدز. فكل الاجابات دي ايجابة صحيحة معادة ان انا بدي ايه? بدي اقرار الفلاود من غير صوت. اه طيب رقم اشعر. واتشوف دا فلونجستات منت ارترو. اه اه رقم اي? بيقول لك سيمبلست اند مستو كومل يوزد كريستالويد هو رينجر لكتيت. صح. تمام? اه اه مش مهم كنت عسك نهلكو بس مش لازم. المهم يعني رينجر لكتيت داع ورا عن كريستالويد وبيكون ايه? بيكون عشان كده بنستخدمه اه بكثرة. طيب الهايبرتونيك سالين اه بروديوس ان اكسس اف انترا اه انترا سيلولار ووتر شفتنج للاكسرا سلولار سفيس لا. ده مستح. ليه بقى? دعووا ان انا شغبط هنا. دلوقتي انا المادي هايبرتونيك سالين. هايبرتونيك سالين ده معناه ايه? معناه ان انا ديت اه حاجة اه ان انا عاليت الاملاح في فيفين البلاط بيسل. فانا اصلا مستخدمها عشان ايه? عشان انا قليل الاديمة. ودي برضو ما نفس فكرة السؤال اه نفس فكرة الايجابة اللي بعدها. ان انا بدي آآ علشان آآ عشان ايه? عشان ايه? عشان احافظ على الضغط اللي موجود في في البلاط بيسل. وابنع ان اي حاجة تترشح منه تاني. تمام? تمام. هو انتو لو قفصوا على سواء ان تفهموها. عشان انا مش عارف انا دماني يبليك اريف صراحة انا. الله نستعيد. آآ طيب رقم دي آآ بيقولك ادي بقى الفورمولا اللي انا قلت لك اللي احنا نستخدمها دي بعد. اللي هي اسمها بوركلاند فورمولا. او ليها اسم تاني اسمها باكستار فورمولا. الاتنين دول عبارة عن ايه? الفورمولا دي بيقولك يا سيدة عشان تشوف انت هتدي العيان ده فليود قد ايه? هتشوف التوتا اللي حصل لها بيرن قد ايه? ماشي وتضربها في الوزن بتاع الشخص ده بالكلو وتضربها فيه اربعة ونعم? والناتغ هيبقى كمية الفليود اللي انا هحتاجها في اول اربعة وعشرين ساعة. بن 직ن بقى كمية الفليود اللي انا هحتاجه في اول اربعة وعشرين ساعة دي على اتنين. اول نص كمية بديهل في اول تمن ساعات و نص كمية التاني بديهل في باية الاربعة وعشرين ساعة. المسعالية التفاصيل دي بس مشحاف По愛وبليني يبقى الجملة دي كمان صحيحة يبقى تاني الرقم واحد ان انا بستخدم رينجور لاكتيت بكاثرة وده عشان هو هو رخيص تاني حاجة ان انا بستخدم القلب ومن عشان اقلل الديمة دي برضو اجابة صحيحة وثالث اجابة صح معنا ان انا بستخدم البارك لاند فورمولا عشان اعرف كمية الفلو اللي انا محتاجها في اول 24 ساعة وان دي طريقة ويدلي يوز دي يعني في ايه في اليو كي الاجابة الخطأ اللي معنا بقى ان هايبرتونيك صالين بياخلي الماء تتحرك من ايه في اقرأها يا جماعة عشان والله عظيم ماου انا شقدر ياختب الماء هاي برضو خطأ ليه هاي برضو ناس ايه في اليو مانا ناس تكلمين هذا الحالي ت Hotel Borklend Formula الدى فهو بصراحة لما كنت احسابها اقلاطاتها 5 ثلاث وشوية لكن الاجابة اصير كتبها 4 ثلاث وشوية المهم يعني هو كتب الناتق غلط. ليه؟ عشان احنا كنا علم معلوم فاكد يعني لما استخدم فرمي لها طلع الناتق غلط. عشان كده مش هختار الاجابة دي. هم؟ تمام. مفروض ان احنا هنضرب سبعين في اربعة. اللي هو الوزن في اربعة. وهنشوف التوتال برند سيرفس ارية قدية. المفروض ان هو بيقول لك ان البرند ارية هنا اه البوث ابرلمب. المفروض ان هي لو انها استخدم رولوف ماين يعني بتكون كم في المئة من الجسم. اه تسع في اثنين بثمانتاشر. فانت لو اضربت ثمانتاشر في سبعين فاربعة هتجي لك خمس تلاف وشوية. لكن الكتاب ليس مطلع على اجابة دي بصراحة يعني. ستوش عارفها ليه. مش موضوعنا. احنا قلنا احنا هنعمل معلوم. مش هنعمل في رمي لات ولا بطيق. طيب استقرركم تلاتاشر وشي تضافلو انجستات من تقارتلو. اه عندنا اجابتين اه ثلاث اجابات صح. اه اه ان ايه في حالات دي سلستيشن. الهايبو بيرفيوجن بعرفه ايه من عن طريق ان شخص ده جسمه بارد. انا اقول ملاقي حد جسمه بارد بقول ايه. ده فيه هايبو بيرفيوجن. مش واق مش واصل اكسوجين ونيوتران تكفاية للخلية. دي اول حاجة. طيب رقم ايه بيقولك اه لو في حالات الارج بيرن بنعمل مونيترونج الليلتشو بيرفيوجن. ممكن تستخدم في الحالة دي ايه? حتى لو انت عارف ان ده ممكن يعملك ايه? يزود رسك اوف انفكشن. تمام? تمام? منهم ان انا اعرف اعمل اعمل مونيترونج. تمام? تمام? رقم دي بقى بصراحة مش مقتنعة بالمش فاهمها. ماشي? هو هنا بيقولك ان اوليورين اوتبوت زاد على اثنين ملي. ده معنى ان انت عندك او لو ما تكريت. مش مقتنعة بالاجابة دي بس هي هو لك ان هي صح يعني. اه فاحنا هنختار الاجابة اللي فيها رقم اثنين عشان الرقم اثنين دي اه اعلى رقم اه فيهم. الرقم اي ورقم بيه بيقولك ان هي نص وواحد ملي لكن اللي جاء الرقم دي بيقولك اثنين ملي. احنا طمعين دايما وبنختار ايه? اللي فيها رقم كبير. اه طيب الاشكراتم بباع دي. فان ما تشكر يعني ان احدش اه عشان لو احدش اه اه ما اذكرش المحضرات مع اني شك انه لا فيس حد. اه اه اللي مستعين. اشكراتم دي بيقولك ان لو حد مسلا ويعيق حاجة سخنة او او حصل له بيرني يعني الجسم بيكون حاجة اسمها اشكر. اشكر دي يعني كأنها اشرة. فالاشرة دي مش بتكون في الكسابول. ماشي? اه فاحيانا بتسيبها واحيانا بتشيلها. في في حالتين اتنين او دول اللي في دماغياني احنا بتشيل فيهم الاشكر. امتى? لو كان عندي في مسلا في القبر او في الورلمب. الاشكر ده عمل زي? كأنك جبت حاجة بلاستر كده او حاجة ولفتها جامد. فهي كأنك مسلا لو انا بتكلم على القبر او الورلمب كأنك جاي بتورنكيه ولففهم جامد. فده هيعمل ايه? هيعمل اسكيميا. تمام? فعشان كده بنشيله. لو كان فيه آآ او لو كان البرن ده برضو آآ محزم الشيست. عشان ايه? عشان هيمنع الشيست اكسبانشنان. هو عبارة عن فايبرستيشو. فالفايبرستيشو ده مش بيسمح للشيست ان هو ايه? يكسباند. فدول حالتين اتنين هم اللي في دماغياني بنشيل فيهم اشكر. تعالوا نذكر اجابات اللي عندنا? اصلا ولا اجاو صح. اقول لك اشكراتو مي? ايه ده? لا لو انا عندي آآ او اي برن واخد آآ اسموه ده? آآ بحاله? الحالة دي فعلا فعمل فعلا بعمل اشكراتو مي. لكن لو مش يبقى ايه? مش لازم اعملها. مش لازم اشيلها. آآ العملية اللي انا هشيل فيها الاشكر دي. ممكن يحصى فيها بلود لوس كتير جدا. عشان كده اصلا لو دكتور هيعمل حاجة زي دي بيعرف فاصل الدم العيان وبيبقى معاه بلود. تحسوا بأن لأي حالات ايه? لأي حالات آآ بلود لوس. طيب دامجو توميجور آآ نيرف وانت بي آآ في حالات آآ اشكراتو مي يعني ايه? يعني لو دكتور مش شاطر دخل كده يعمل عشكراتو مي دي? عادي مش مشكلة يعني مش هيبوز حاجة? لا هيبوز. لو دكتور مش شاطر ممكن يبوز. من ضمنهم مين? من ضمنهم النيرف. تمام? تمام? طيب. يقول لك آآ اشكراتو مي عاصب بصنا اه. مش عارفة ليه? الكتاب ده مستقصد مستقصد الهند. يعني مسلا يقول لك مرة الهند مش مهم يعني لو عندك ايه حرق لكن تريد دجري حرق لكن في الهند ليس مشكلة يعني ممكن تعالجه في البيت وكذلك دلوقتي بيقولك الاشكر دي موجودة في الهند وفنجر ممكن تعملها عادي يعني مش لازم مش لازم تعملها في قضية عمليات لا طبعا يعني هي الهند دي مش جوزة من الجسم فنا طبعا لازم اديها اللعناية الكافية يعني تمام تمام فنا بعملها في اوبراتين جروم عادي طيب في حالات اللور لمب انسيجن انتيريور مصطعين احنا تعملها بوستيريور لماذا تعملها بوستيريور؟ كي تأغير اوبرات الصفين اصبين احنا عامين ان ان احنا عندنا فان لان عادي تعريبا ناخد الطاول بشكل من الجسم وكما يوجد جانبي وليس موجود في الفود فى انتيريور موجود في القضية فى هذا فى انتيريور اكيد لا نستطيع نفصل طيب هذا اتفرعون يا جماعة اكيد انتو اكيد نزرعي ناسا مانتو في ضفة الوانجستات منتو ارثرو اول حقيقي قلت لك ان احنا لو عندنا صور فيشال بيرن ممكن نتعامل معاه بطرق من اثنين ممكن نعمله سيمبل درسنج يعني اغطي بس حاجة خفيفة كده او حاجة وسيطة زي مثلا الفاسلينجوز او ممكن استخدم حاجة اسمها اكتبوشان ميسود يعني ان انا سيكون هذا في الهوائي الطلق طالما ايه? طالما الاريا دي صغيرة ويجب ان يكون في مكان انفكشن ودرجة الحراء كويسة هذا ممكن نستخدمه ينفع فينا لستخدام الاثنين دول لو احد عرف لماذا نقول على شاش اه جوز يبقى يقول لنا في الكمانتية و لو مش عارفين ان يكونوا حزو اه طيب يسجل ماشي الديب درمال برن بيقولك ان احنا احيانا او ان احنا في الديب درمال برن بنحتاج ان احنا نعمل درسنج ليه نحتاج نعمل درسنج؟ درمال برن معنى ان انا عندي اكسبوجر لمين للنيرف اندنج ففي الحالة دي انا هعمل درسنج عشان اي شوية هوا هيجو على الجرح هيخله المريض ده يتقلم عشان كده بنعمل ايه بنعمل سيمبل درسنج في حالة درمال برن مش عارفة تفسير ده صحيح ولا خطأ يعني بس هو ده الجامعية بصراحة طيب رقم سيدة يقولك كان بي لفت بور اربعتاشر ريوم لأ طبعا يعني مين اللي هسيبت درسنج حد اربعتاشر ريوم ده ده مش هينفع احنا بنتفعه من كل يعني كل ثلاث او خمس ايام تمام؟ احنا كمان بيكون اقل من كده يعني مسلا لو حصل اوزنج من من الايه من الجرح ده ومش نضيفه هغيره او بقى اه كده ايه ما يبلغش هو سبب الانفيكشن طيب سلفر اه سلفا دايزين اه تركيز واحد في المية بيستخدم كبرود سفكتروم انتبيوتك او ده صح هل يكون إخوارة موهودة؟ لا هذا غالط الزلز يستخدم في حالات المرسة ويستخدم في المرسة ويستخدم في حالات السودومونس حتى الزلز يغالية لابد أن تقوم بعمل هذه الأشياء الخطيرة هذه الأشياء الجميلة يعني ما علينا. طيب. اه رقم اي بيقول لك ان كان ميك دفر. او. دلوقتي لو انا بعمل او اي حاجة في الدنيا لو انا بعملها. لو انا عندي اكيد هعملها بطريقة كويسة. تمام? ففعلا بتفرق في بتاع ايه? بتاع الهيلنج. يبا احنا عندنا كامل جوا صحيحة? عندنا اه تاتي جوا صحيحة. اي وبي واي. اي قلنا ان احنا ممكن نعمله درسنج او نسيبه اكسيبوز دا عادي. بي اللي هي كانت ديب درمال بيرن اه بنعملها درسنج بسيط. والايه اللي هي كانت ايه? بتفرق في ايه في الاوتكم بتاعي. الاجابة اللي كانت خطوة بقى ان احنا اه بنسيب درسنج امدت 14 يوم. اه والاجابة الخطوة اي تانية ان السلفر اه سالفا دايزين مش افكتب في حالات المرسا. اه مع ذلك انا على الانترابشن. اه فلنو كامل طيب. اه رقم 16 بيقول لك. انه كنت تبغيب لان اه جزائر احنا عندنا اه عندنا ايه? عندنا اه عندنا اه اه عندنا في اه اه ايه? في اه اه اردفوسشل الاردفوسشل بي ممكن يكون بايو برين او ممكن يكون اه امانيوتيك امانيوتيك من برين تمام? ايه اللي تنظر بس استخدمه في حالات السوبر فيشية البرن تمام فاول اجابة خطأ له عشان بيقولك ان البيو بيفتخدم في ايه ام اا مكس الدبس بيرن. لا ده مش صحيح. باستخدمه في الحالات يمكنك تكون مصنع لك الامنيوتك يصدم في حالات الصورفشيل وهذا مصنع يصدم في حالات الصورفشيل الآن ببعض الكبير بيقول لك الآن في هذه المنظمة في نهاية الإجابة ننبرميبل فكذلك فالأجابة ليست صحيحة نستخدم العسل وقشر البطاطس ثم نضعه كدريسنج في حالات السوار في الشالبرن ويكون افكتف اصح نضع عسل على الجرح نضع عقل هو كأمون بطاطس نستخدم العسل نستخدمها في حالات المرسى وحالات السودمونس الانالجيزيا تعطب الانالجيزيا في الانالجيزيا نستخدم الانالجيزيا فممكن ان يدخل مني في الانالجيزيا مثل الانالجيزيا مثل الانالجيزيا اكثر من 10% ممكن احتاج انترامسكولر انترامسكولر لحالات المسكنات لا طبعا في حالات الانالجيزيا يكون عندي البثيوجين فمش هيحصل للدولة انترامسكولر انترامسكولر ممكن طبا اهوان انا امس فهمة ضعناو ميت حيث انه مكون حانا اهوان غير ميت شخصه مسمع طماطمواي معفنه وموجودة جنب طماطم سليمة اكيد التعطموية المتعفنة ستعدى الثانيين فكذلك التشو الميت بيطلع كاتابوليك انزيم بتكسر الحقيقي نحن نعتبرها كده فعشان كده لما نشيل المحروق او تشو الميت ده نحن كده بنخلص بقيت التشوز من شره طيب الاجابة رقم دي الاجابة لو انا لو شخص اضلت الاجابة كان واخد 15% من جسمه الحالة دي هحتاج اكترا فيدنج طبعا اكيد عشان نصرع عملية الهيلنج ننضي له بروتين وحاجات كده طيب نضي له بروتينز وفيتامينز عشان ننصرع عملية الاستشفاء The greatest nitrogen loss في حالات الاجابة من عشرين لخمسة عشرين يوم لا طبعا يعني دي مدة كبيرة جدا ومول بيبقى امتى عند مثلا خمس عصر ايام في حالات البرن بيكون من خمسة العصر ايام نحفظها ازاي هو اصلا العدد الداري بتاعه في الجدول الدوري كان كام كان سبعة نيتروجين سبعة تمام سبعة زادة اثنين نصف اثنين مش هتفرق ايام سبعة زادة اثنين تسعة ونصف اثنين خمسة فهي من خمس لتسعة ايام او من خمس لعشر ايام تمام يبقى ثاني احنا قلنا مهم ان انا نبدي انالجيسي وما يفعش اديها انترامسكولور يبديه اي في عشان عشان معاملش عشان الحاجات اللي اديها انترامسكولور يحصل لها ابزر بشان رقم سي بيقول لك ان اينا هنم تطيع التشو الميت عشان ما اضطارش على ميت حوالي تشو الحوالي رقم دي بيقول لك ان لو البرن اكتر من خمس سور في المية فانا بحتاج قد شخص ده كيسترا فيدنج ايه وهنا بيقول لك الإجابة رقم إيه بيقول لك أن بيكون من كامل لكم يوم من خمس لعشر أيام طيب الانفكشن كنترول بقى بيقول لك بيقول لك الانفكشن كنترول مهم أن نخص يدينا أي وطبعا طبعا مفروض أن أول شيء بسم لك عشان نعمل الانفكشن كنترول يعني أن أخصي يدي ويدي تكون نظيفة عشان ما نقلش العدوى من مكان لمكان تاني أو من مريض لمريض تاني طيب بيقول لك لو حد عنده انفكشن ممكن تلاقي الاربيسيز عددها عالي أو قليل أو يبقى ده معنى أن أنا عندي انفكشن طيب لو أخذت سواب من مكان البرن وعملت ايه وعملت ده مش هيكون حاجة لها قيمة أو لها معنى طبعا دي حاجة مهمة عشان أشوف البكتيريا الموجودة في المكان ده وقدر اختار الانتباوتك المناسب فده رقم دي انتباوتك given according culture and sensitivity أيوة صح طيب رقم ايه بيقول لك ان الكاثتر ممكن تكون سايت للانفكشن أو ده كده كده نحن عارفين معلومات دي من سنة أولى ان الكاثتر تب ممكن يتجمع حواليها ايه بكتيريا ربما كان اسمها في امبريات البكتيريا طريبا ولا ايه مش عارفة والله المهم السؤال رقم التصعط فوربا يقول لك regarding تقريبا كلمة تقريبا كلمة شبه كلمة قليل المهم هنختار الحاجات الكويسة وهنسيب الحاجات مش كويسة او هنشوف اصلا ايه الجمل الصحيحة الموجودة والجمل اللي مش صحيحة اول حاجة بالنسبة الرقم ايه بلك بيعتمد على الشخص اللي بيقدم الخدمة دي اكيد لو انا مسلا مريضة وروحت لدكتور شوطر وريدت الدكتور ده بيحاول معي وبقدملي خدمة كواهيسة مفتمن بي اكيد يعني اصلا نفسيتها بتتحسن ويه ويه الالسيكولوجيكال والفيزيكال اااااااااااااا kyare بيفرقوا ايه؟ بيفرقوا في الاوتكوم تمام؟ طيب رقم بيقولك ان الفيزيوسيرابي افضل وقت تبدأه بعد من اثنين لثلاث أسابيع نحن نبدأ الفيزيوسرابي من الديوان لكن ازاي تستنى سبعين وتريدها سيحصل دفور متيابي طيب سأقول لك بوست تروماتيك بوست تروماتيك سترس دي سوردر كان اوكر از رزولت اوف بيرن البوست تروماتيك سترس دي اللي هو شخص تروماتيز دي بقى بجد يعني بغض النظر عن ان احنا نستخدم كلمة تروماتيز دي عمال عبطال لكن ده فعلا تروماتيز دي بقى بجد و جداني ده اللي احنا كنا نوغدينه في الساكاتري كان الدكتورة بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان البوست تروماتيك سترس دي سوردر دي بيضاي حصل مثلا لو واحد في الجيش وكان معه مثلا اعز اصدقائه وكانوا في حرب مثلا وشاف الويل حرفيا وفقد اعز اصدقائه في المضوع عمله تروماتيز فعلا فبتقول بها بيجي بعد كده مثلا لو شاف لون زيتي او حاجة اللي هو لون اللبس بتاع الجيش ممكن يدخل في انهيار عصبي فهي دي البوست تروماتيك تمام؟ تمام فهي ممكن تحصل اذا ريزلت في برن؟ او صح يعني شخص ده فقط ديته اهله فقط حاجات كتير ربنا يربطه على قلب اخواتنا في فلسطين يا رب ويعجل بنصره طيب الفيسولوجيكال ممكن يكون للريلاتيف بتوع الشخص المحروق او طبعا اكيد احنا اصلا عارفين ان وجع اخويا ده هو وجعي او مشكلة اخويا ده هي مشكلتي اصلا يعني فعشان كده ممكن الريلاتيفز يحتاجه ايه؟ يحتاجه هم كمان سيكولوجيكال هلب او سيكولوجيكال سيكولوجيكال سبورت الجملة دي سكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسدي بالسهر والحمة فاحنا اوه الله نشتعان طيب رقم ايه؟ رقم ايه ليش ايه رقم ايه رقم ايه يا رقم ايه رقم ايه محروق ايه محروق مع الحن DM رقم ايه ان هذا المتعطي يقول ان المانجة في هذا البلستر تقول ان نسيبها انتكت او ان نفضيها من البلازمة فالمواده محل خلاف او 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 فعلا محل خلاف تتعرفين اني صح ايه ايه من الخطأ او ايهما او لا طيب رقم دي بيقولك المهم يعني هي رقم اي صحيحة طيب رقم اي بقى ديب درمال بيرن نيد تنجينشنال شيفنج اند سبيلت سكن جرافننج هوايل ساويني انا هروح اقرأ اسؤال واجلكم انا حاولت افهمها بس في انتهاج برضو يعني المهم يعني احنا عدت علينا كلمة تنجينشنال شيفنج دي مرتين مرة في السؤال الاول وكانت اجابة صحيحة ودي تاني مرة تعد علينا وكانت برضو اجابة صحيحة تمام فاحنا نختارها الوقت من لايها يعني وعرفنا برضو الاجابة التانية كانت ايه فاصلا البتاع ده كان ينفع ان هو يجيبه لي صحيح وغلط يبليك كل جملة لوحدك اقول لي ضع صح او خطأ السؤال لكم محدثين بلك اولي حاجة بلك مهم ان احنا ندي خصوصا يعني لك ايه 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 طبعا لازم ايه طيب ايه طيب مش فيتشر في حالات السيرجري في الميجور بيرن يعني انت اصلا بتقول لي سيرجري الميجور بيرن يعني سيرجري اصلا دي بيحصل فيها بلادلوس وميجور بيرن برضو بيحصل فيها ايه في الوضلوس ايه طبعا ماي بيرديوست. اه لو انت لفيت او لو اديت ادرنالين خح. اه ممكن تقلل بحاجتين ان انت تعمل ده ممكن تعمله بطورنيكيه. وبرغم ان دكتة دايما يعني بيقوله بلاش تعمل كده عشان اه لو انت عملت له لو انت عملت يعني ده فترة طويلة ممكن تعمل مهم يعني ان انت تعمل تقلل تقلل عن طريق انت بتعمل بطورنيكيه او بغيره. وممكن تدي كمان ادرنالين. في ايه? فيعمل لك ويقلل لك بتدي الادرنالين ده توبيكل او ساب كوتينيوس. تمام? تمام. طيب تحت ستة وتعاتين درجة ممكن يعمل لي ممكن يقفكت ايوة احنا قلنا ان ان الهايبو سيرميا بتعمل دي اي سي وبتعمل اه تمام? تمام. اه طيب اه دي اي ج curved это صحيحة ب這邊. كان دكتور هاداد. كان قلنا ها تنتجه في الفيديوهات بتاعته يعني. كان بيقوله ان احنا لو عندنا البرن ده صغير وساعته صغيره. بنجيل في اللاب او او اي هي كان اسمها اوتو او حاجه زي كده. طيب لو مش حال يا انتبه حوالي لديه حوالي لديه حوالي 50% من جسمه سيكون هناك 50% محروق لديه حوالي لديه مغطل الى 50% تانية لا ينفع يمكن المستخدم في الحالة انتجرة تمام تمام تقريبا اسم ان كل هذه الحاجات غير علاقة ببعض فعلا عليها علاقة بالسجاريس لكن كل اويتم مفاصل عن هاخر صفحة معينا والله مصعين. اه طيب بيقول لك وشف دفرومنجستات من تورتلو. اه الفيزيوس رابي اند اه اه امبرتنت في حلقة عشان تمنتين اه اه اف موفمينت وتقالل ده صحيح. اه كنا كنا بناخد دايما يعني في تلم الاول لان مهم جدا ان احنا نعمل فيزيوس رابي عشان ما يعصدش ايه ما يعصدش اه اه وعشان نحافظ على اه 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 اف موفمينت دي طيب انبقى موضوع الاسبلينتج دي. موضوع الاسبلينتج دي اللي هو حاجة شبه الجبيرة كده ولا مش عارف ايه بالعربي بصراحة. المهم يعني احنا بنعمل اه بنقوم عميلي ستريتش لللمب و بعد كده نحط الاسبلينتج دي عشان ما يعشان لو ما عملتش كده هينتج ايه هينتج عندي ان اللمب ده هيحصل له شورتن لان اه وان بعمل هيلنج يعني لو هي او حاجة العضلات هتنقبض فهتعمل لي شورتنج او اه او او بالنسبة يعني ممكن يعمل ايه ممكن يعمل ايه ممكن يعمل ايه يعمل ايه والله نسيت المهم يعني جماعة احنا بنعمل كده انا بنعمل كده انا بنعمل احنا بنعمل الفيس و سرابي امتى قلنا من الديوان مش اه مش بعد حوالي اسبوعين كلام ده ما ينفعشي طيب الاشكالاتومي اه 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 في الابر ترونك بحسن ايه وطبعا احنا قلنا ان هو عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن ايه عبارة عن فيبرستيشو او حزان محاوط مين محاوط الشيست فانت لما هتشيل الحزان ده الشيست هيتنفس براحته او هي هي حسن الاسبريطوري فانكشن ايه بيقولك ارلي كير مست بي تاكن ايه اول ار بير ند احنا عندنا او او دى جابة صحيحة يعني طبعا الا العين مفهاش مفهاش زور فهو بيقولك ايه ان لو انت محتاج سيجري ادخل اعملها يعني بمجرد بسم العيان يكون حتى لو مش استيبول او يعني هو استيبول بدرجة خليه يدخل فعلا يعمل عمليات دلوقتي فهامل كده فعلا ده كان موجود في يعني. هنعرف في السؤال اللي بعد دلوقتي ان ايه? ان في ايه? في حالات الهند والاكزيلا. يبقى دلوقتي عندنا تضحكات فيهم ايه? او لو لو اي لد او لو اي لد او لو الاكزيلا اي واحد من الثلاثة دول حصل فيهم ايه? افكشن. طيب. الاجابة اللي بعدها هي الكنتركشور بست تريت باي سبلت سكين جرافت. لا طبعا احنا قايلين ان افضل علاج للكونتركشور هو مين? هو الفيس و سيرابي. واننا بنبدأه من ايه? من دي وان. تمام? تمام. حدد كتير معنا. طيب سؤال بعده تيشو اكسبانشن از يوسفول انتراتنج اه اولوبيشيا كوز باي بيرن هنعتمد الاجابة دي. عشان انا حاولت الفهمها بس انا ما حمتها. تيشو اكسبانشن ده هم بيجيبوا حاجة كده ويحطوها تحت الجلد وبعد كده ينفخوها. مش عارفة بقى بيعملوا كده ليه يعني. بس ممكن. مش مهم. مهم ما نحفظها وخلاص. مفيد فعلا في علاج الالوبيشيا اللي بتكون بسبب ايه? بسبب بيرن. تمام? تمام. حاجة غريبة والله. طيب اه زيد بلاستي يوسفول تكنيك بنستخدمه في البرود اريا اوف بيرن هلا طبعا هادي هي اجابة خطوئة. اه نفتكرها ازاي ان كلمة زد يعني زد زد يتفكرنا في كلمة زغيرة زغيرة ماشي? فهي نرو. زد بلاست دي كنت عبارة عن ايه? كنا بنعمل كده كنا بنعمل كده كنا بنعمل على شكل حرف زد. فبقى عندي المسلس ده والمسلس ده بناخد ده نعمله كده. وناخد ده نعمله كده. ونغطي ايه? نغطي جزء المقطوع. بس مش موضوعنا برضه. طيب بنستخدمها او 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 مش نستثري في حالات الجود باسكولورايز ديتشو. اي وطبعا لو انا عندي جود باسكولورايز ديتشو هو هيقدر يعتمد على نفسه ومش محتاج تجيب له جرافت بحطة تانية. تمام? تمام. يبقى ثاني تعالوا نقول السؤالين دون. هو سؤال ده بس عشان مش ازاعي بصراحة. يبقى ثاني. ايه يبقى ثاني. ايه هو الهند والاكزيلا صح? ايه 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 بيستخدم دي دي عبارة عن تكنيك نستخدمه اه في علاج الالوبيشيا لو كانت بسبب البرن ده برضه صح? الفرولة الكلاس جرافت مش مش نستثري في حالات الجود باسكولورايز ديتشو ده برضه صح. طيب زاد بلاصة بنستخدمها فين? بنستخدمها لو كان عندي اه نرو اه نرو ارياء او بيرن. وايه افضل علاج او ان انت تعمل ايه في سوسرابي من اول يوم لكل كجدنا لكي تتسبب ونرى جميلة لنرىها ونرى الجملات لدينا الجملات قالتها في الفيديو الاولاني عندما قلنا ان كان في بنت برسنج كان بنت في السن المراقع وعندما نرى الكلويد وقالنا ان الكلويد عبارة عن ايه؟ عبارة عن البرسنج ده عشان لو شباب مش عارفين يعني كلمة بيرسنج يعني يعني يثقب البنات بيروحوا يعملوا اخرام كده في ودنهم او في لسانهم ايه مكان في جسمهم عشان يحطوا فيه اكسيسوريز يعني المهم ان البنت دي كتعمل بيرسنج فالبرسنج دي عبارة عن تروما فالجسم رضي عليها بوفر جروث عمل حاجة اسمها كلويد ولكن هذه الكلويد عشان نعليجها عملنا ايه؟ عملنا لها انجكشن استرويد وقلنا ان الاسترويد بيكسر البوندوس اللي موجودة ما بين ما بين ايه؟ ما بين الكولاجين فايبرز انا بنهج عشان انا اروح حاجة في الوضوف انا ممكن اعود يعني بس مش مشكلة طيب احنا قلنا اه في حالات السكار ممكن نعمل انتراليجن استرويد انجكشن عشان ايه؟ عشان يكسر البوندوس ويقل الحجم اللي سكار شوية طيب الاجابة رقم دي بيقول لك الانتجرة دي عبارة عن حاجة يوسفل او بنعمل ايه؟ بنعمل الانتجرة دي احنا قلنا انها عبارة عن سلستكسكن بنستخدمها بنغطي بيها المكان المحروق ده عشان اللي سكار يبقى شكلها كويس بالاخر يعني هو كده كده هيحصل بسكار لكن لو انت استخدمت الانتجرة دي اللي سكار دي بيكون شكلها اقل بشاعة يعني من لو انت ما استخدمتهاش تمام؟ تمام؟ رب يعيش في كل مصاب يا رب طيب الاجابة رقم ايه بيقول لك ان الفلمازين كريم ده عبارة عن كريم بنستخدمه في حالات السكار يعني هو بيقلل بيقتل اي انفيكشن موجودة وكمان بيحسن الشكل بتاع السكار بس ما ينفعش نستخدمه لو انتها حامل او مرضع تمام؟ تمام؟ نحن لدينا تحكية صحيحة نحن نعمل انتراليجان استرالي انجيكشن في حالات السكار وان الانتجرة او ممكن يحسن معي فعلا شكل السكار في الاخر وان الفلمازين يستخدم فعلا في ان هو يخلي شكل السكار احسن لكن ما ينفعش نستخدمه في حالات البريجنانت او النيرسينج مزور طيب الاجابتان اللي الخطوة بقى ان بيقول لك ان الفرماكولوجيكال تريتمنت او اي تي بيرن نوت امبرتان فهو دلوقتي حد عنده سكار فاصلا المكان ده مش ناقص اي حاجة فهو لو قدشي اديله حاجة تقلل الحكة في المكان ده عشان ما يقعدش يخرش ويباظ الدنيا والدنيا تعوك مني اكتر اصلا يعني هي مش ناقصة اللي اجابة القولة برضو كيتخطو عليك بيقول لك ان الهايبرتروفي اوف بيرن سكار تريتت باي اي او بريشر ام اعرفش اي كده لمدة شهر بزمتك بزمتك يا مؤمن مش ناقصة مهار حاجة ان هى سكار تتعليق في شهر اقل حاجة ستوو شهور تمام تمام يبقى السكار يجب التعليق في ستوو شهور وممكن نحقن استرائض وممكن استخدام انتجرة وممكن استخدام في لمازين كريم بس لو ستة حامل او تراضع مش نافعني رغم ماذا اترجام عشان قدشي هنفع عن الدهولها واخر الشخص ده عنده سكار او او مكان ادي هيريو تريتمنت اسلح ان تليه تشب حد اي ايه اه اول حاجة احنا عندنا اجابة صحر عندنا اجابة صحر اول حاجة ان اللوتين